لو انا كملت بعد الشريحة ديت هتلاقي حضرتك بقى ان انا بوري حضرتك التريانجليشن مفد بصحك كل ديت الزلازل اهيئة اللي موجودة الفترات بتاعتها الاعمق بتاعتها كان فيه واحد من 50 دقيقة لما انا جبت السلايد ديت كان من 50 دقيقة كان قوة بتاعته 5 و 2 من 10 كان العمق بتاع السوكس سيبا سيتك تفضلت 8 كيلو فيه واحد 10 كيلو فيه واحد 17 كيلو 10 كيلو حيك شايف كل ديت في نفس المنطقة دكتور الشام كل المناطق ديت اللي هي حصلت على الكهربان مراس اللي هي المنطقة اللي حصل فيها الزلزال وكل الدواير اللي سيتك شايفها ديت هو ده الشغل الناس المتعلقة بعملية الرصد الزلزالي ديت طريقة الدواير ديت بنسميها تريانجليشن ماثود ديت عبارة عن طريقة علشان حريقة تعمل لوكيشن للأبي سنتر بتدور على البقرة او على موقع حدوث الزلزال على سطح الارض فعشان تعمل ده بتعمل ايه بتجيب انسترومنس اجهزة موجودة على سطح الارض زي مثلا هنا بحجة جوفيسيقية مع معالي الدكتور جاد قاضي صديقنا العزيز عندهم عمليات رصد بيرصدوا الزلزال وبيرصدوا الحركات بتاعتها ففي اجهزة حاجة بنسميها سايزموجرامز السايزموجرامز ديت موجودة على الارض وبتبدي ترصد وصول بعض الموجات السايزمية هنتكلم عليها دلوقتي الموجات ديت لما انا بتوصل لي عند الاجهزة انا بسجلها محتاج يكون عندك ثلاث اجهزة متفرقين في الاماكن موجودين الاجهزة ديت ده بيرصد وده بيرصد وده بيرصد بنعمل عملية تحليلية معينة ان حاجة بتاخد البيانات وتبدي ترسم دواير هذه الدواير بتتجمع في نقطة واحدة او تلتقي في نقطة واحدة اللي عليها بيبقى الابي سنتر او مكان وجود الزلزال معنى كده ان انا بقدر بستطيع ان انا اجد بقرة او الابي سنتر اللي هو المكان اللي على سطح الارض ان انا مكان حدوث الزلزال عن طريق التراينجليشن مفيد اللي هي الدواير اللي انا برسمها من خلال الاجهزة الرصد الارضية اللي موجودة كنتورك على مستوى العالم كله العالم كله عنده سايزموجرامز علشان كده حضرتك ممكن زلزال يحدث مثلا في سان اندرياس في كاليفونيا وحكفر صدو مثلا ترصدو ممكن في اليابان لان الموجات السايزمية بيحصلها بروباجيشن او بيحصلها انتشار بشكل كبير جدا 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 وهواري الساتك دلوقتي يبا احنا اتكلمنا كده على الطرق اللي هي طريقة الرصد احنا بنعملها ازاي طيب لو انا روحت للشريحة اللي بعد كده بنبص على بعض المعاني بقى اللي الساتك تفضلت بيها حاك شايف داخل باطن الارض النقطة الاساسية ديت هي اللي بنسميها الفوكس هي ديت البقرة الزلزالية والبروجيكشن او المسقط بتاعها على سطح الارض هو ده اللي بنقول عليه الابي سنتر يبقى ده الابي سنتر اللي انا بعمل عملية ايجاد ليه عن طريق التريانجليشن مدور عليه عشان اعرف بالضبط المركز الحقيقي في الباطن مش على السطح مش على السطح لان الالساس الزلازل بتبدأ من باطن الارض ودايما بتبدأ على فوالغ زي ما حاك شايف كده الخط اللي هو الاسود يعني الاسود ده فالق دكتوري شيم عليش نقف عشان نفهم اه اه اوي اوي اه اه يريد يعني ده الفالق ده فالق بالضبط كده ده الفالق ودا المركز اللي في باطن الارض اللي هو نقطة مركز زلزال مركز زلزال ودا المركز زلزال على سطح القشرة على سطح الارض اللي هو بنسميه الابي سنتر أحياناً كلمة الفوكس ديت بنقول عليها أو بنسميها كلمة أخرى هيبو سنتر يبقى كلمة أبي سنتر هو على سطح الأرض كلمة هيبو سنتر هو داخل باطن الأرض وهو ده الفكرة بتاعة النقطة اللي أنا بحاول أعمل لها إيجاد على سطح الأرض لما يجي يقول له حريك بقرة الزلزال أو إحنا وجدنا الزلزال لوكيتت في الحتة الفلانية ويدي لسيادتك اللاتيتيود واللونجتيود أو الخط العرض وخط الطول بتقدر تحدد المكان وفي بناء عليه حضرت بتقدر تحدد الفوكس